بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحمد لله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن إسلامنا يدعونا إلى أن نتوب إلى مولانا سبحانه وتعالى ونرجع إليه على الدوام يدعونا مولانا سبحانه وتعالى في القرآن ويدعونا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الاستغفار أن نكثر من التوبة والرجوع إلى مولانا سبحانه وتعالى يقول ربنا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يقول ربنا فاستقيموا إليه واستغفروه يقول ربنا سبحانه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم من منا لم يذنب من منا لم يعصي مولاه سبحانه وتعالى لكن الواجب عليك أن ترجع إلى الله أن تبادر بالاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب فيتطهر يتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر الله إلا غفر الله تعالى له في سورة واحدة في القرآن في سورة الزمر بعد البداية يقول مولانا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم وقبل الختام يقول مولانا قل يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مع الأوامر والأحكام قل يا عبادي الذين آمنوا ومع الرجوع إليه سبحانه وتعالى ومع إخبار ربنا أن أبواب التوبة مفتوحة على مصرعيها قل يا عبادي يا انظر إلى هذا التعبير اللغوي الذي يخبر بمدى قربنا من مولانا ومدى قرب مولانا سبحانه وتعالى وسماعه لعبده التائب الأوام المنيب الوائل إلى مولاه سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هو ربنا الذي يعرض يعرض غفرانه ومغفرته ينزل ربنا إلى سماء الدنيا بنزول يعلمه مولانا سبحانه وتعالى لا يعلمه إلاه سبحانه جل في علا يليق بعظمته سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترحم فأرحمه ألا من مبتلى فأعافيه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر ارجع إلى ربك أكثر من الاستغفار لا تيأس ربك غفور رحيم جل في علا سيدنا النبي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن مولانا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما ذكر ربنا في أول سورة الفتح نبينا يكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار فهو الذي يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة وسيدنا بن عمر يقول كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مشاهدي الكرام إن العبد الحصيف الفطن الزكي هو الذي يحدث للذنب ندما وتوبة واستغفارا ورجوعا إلى الله وقد قالوا إن الله تعالى ينظر إلى صحيفة العبد فإذا رأى في أولها استغفارا وفي آخرها استغفارا يقول الله غفرت لعبدي ما بينهما أحبة الأكارم هيا لنكثر من الرجوع والتوبة والاستغفار فربنا سبحانه وتعالى الغفار الغفور الرحيم يقول نبينا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم اللهم اجعلنا على الدوام من عبادك المستغفرين التائبين المنيبين إليك يا الله يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله